اهلا بحضراتكم التقرير اللي تم عرضه دلوقتي هو خاص بالبطولة العربية للجودو اللي كانت مقامة من يوم 12 لـ 18 أغسطس النهاردة يعني اختتمت هذه البطولة النهاردة وقيمت في العالمين وحققت في الحقيقة نجاح يعني مستمر ونتائج إيجابية مبهرة ومشرفة في مختلف الفئات العمرية من براعم وناشئين وأشبال زي ما قلنا لحضراتكم البطولة كانت في الفترة من 12 لـ 18 أغسطس حصلت على إشادات عالمية ودولية بالتنظيم واختيار المكان اللي نال إشادة وإعجاب كل المشاركين في البطولة دي نبدأ الفقرة الرئاسية معنا بقى مشاهدينا وهي بتتكلم عن فبركة الفيديوهات والصور عبر الزكاء الاصطناع بدأنا الحلقة بالكلام عن إيجابية الزكاء الاصطناعي ومستقبله والمستقبل المشرق وصفر بطالة في الزكاء الاصطناعي الأسبوع اللي فات يوم الجمعة اللي فاتت ضربنا جرس انظار على مسألة الجانب الأسود من الزكاء الاصطناعي وتكلمنا عن الحسابات الوهمية اللي بيتم استغلالها في الحقيقة من قبل اللي جان الإلكترونية لدعم وإصارة الشائعات والبلبلة زمان كنا في جيل التسعينات لما بنشوف صورة ومش شكين هي حقيقة لا نقول لك خلي بالك الصورة دي متركبة أو مفبركة مش حقيقية كان بقى الفوتوشوب أيامها وكنت تقدر تفرق وتميز الصورة الحقيقية من المفبركة بسهولة لكن مع تطور التكنولوجيا ووصول الجيل الحالي لتطبيقات الزكاء الاصطناعي بقينا نقدر نقول ان احنا زي ما بنقول كده نصحي الميتين يغنوا أغاني معصرة وشفنا فنانين في صور معصرة باستخدام الزكاء الاصطناعي بيغنوا المطربين دولي المفروض ان هم رحلوا عن عالم لا يام الأخيرة شفنا بقى فيديوهات وصور لمشاهير متركبة على شخصيات تانية وبتقف عندها للحظات تتأكد هو ده اللي أنا شايفه حقيقي ولا مش هو وكتير مننا بيطلخبط على ما بيبدأ يستوعب ان ده طبيق الزكاء الاصطناعي اللي اسمه ديب فيك تيكنيك خلونا نفهم ايه الحكاية لان الموضوع مرعب زي ما قلنا الاسبوع اللي فات الموضوع مش سهل ولازم نخلي بدنا من الأمن المعلوماتي معنا في فقرتنا الرئاسية للكلام عن موضوع الفيديوهات والصور المفبركة عن طريق الزكاء الاصطناعي الدكتور محمد عسكر مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات دكتور محمد أهلا بحضرك معنا أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين تهيئة لحضرتك الله يخليك الموضوع كل أسبوع بنلاقي جديد في الجانب المظلم من الزكاء الاصطناعي الأسبوع اللي فات كان فيه بنكلم على حسابات وهمية للأشخاص للشخصيات وهمية النهاردة بنشوف فيديوهات وصور مفبركة ده ممكن يخدنا للمنطقة تانية خالص والحقيقة الفترة الأخيرة لتطبيقات الزكاء الاصطناعي بتادي اتفاجئنا بكثير من الأشياء المسيرة للجدل أو زي ما نقول الجوانب السلبية ويمكن احنا من فترة بنحذر من تداعيات هذا الأمر الحقيقة في كثير من المقالات حتى واللقاءات التلفزيونية لأنه يجب السيطرة على أنشطة الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي تكنولوجيا أو علمه مهم جدا فدنا أو هيفدنا في كثير من جوانب الحياة سواء في مجال الطب أو الفنون أو الهندسة ولكن لا يزال الجانب المظلم زي ما حضرتك قلت اللي بيسير بعد القلق والمخاوف لدى الكثير من الناس إذا لم يتم السيطرة على هذا العلم واستغلاله الاستخدام السيء أنا في معنا فيديو الأول كده نشوف حضرتك تقول لنا إزاي نعرف الفيديو ده حقيقي ولا مفابرك ياريت زميلي يعرضوه معنا نشوف الفيديو ده ونتكلم عليه بحيث أنه بقى قدامنا تجربة عملية للحديث عن الفيديوهات المفابركة أنا شفت بنفسي فيديو مفابرك مش قادر أفرق أبدا ما بين الحقيقة لو لأن أنا أعرف مين بطل المشهد ده في الحقيقة أنا كنت قلت لأ ده هو ده الموجود قدامي ده الحقيقة فهنشوف مع بعض الفيديو ده كده ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة نانيش داخل السين لأ أنا بجرب سكة جديدة فبهبل في المزيكة مشكلة هو ده ده الفنان محمد منير المفروض أي بقى؟ والحقيقة الموضوع ده بيعتمد على تكنولوجيا موجودة اسمها الديب فيك أو التزييف العمير والديب فيك بيعتمد على فرع أو جزء وفرع مهم جدا من فروع الزكاة الاصطناعية اسمه احنا عندنا الزكاة الاصطناعية ده يعني الجزء الأكبر أو العلم الكبير بينبسق منه علم آخر اسمه الماشين ليرنينج ثم من الماشين ليرنينج أو التعلم الآلة في جزء يتني اسمه الديب ليرنينج أو التعلم العميق زي بالزبط كده عشان نبسط الصورة للسيدة المشاهدين أنا في جامعة القاهرة أو جامعة عن شمس في الجامعة أنا في كلية الهندسة في كلية الهندسة أنا في تخصص الحاسبات أو في تخصص الاتصالات فالديب ليرنينج هو جزء من الزكاة الاصطناعية بيعتمد بصورة كبيرة على محاكاة العقل البشري أو قدرات الإنسان في الجانب الإبداعي ان احنا ازاي الماشين تقدر تبدع وان هي تعمل لحضرتك لحن أو فيديو أو صورة هي في الأساس مش موجودة ولكن يصعب على حضرتك ان انت تتفرق محتوها بصورة كبيرة الزكاة الاصطناعية اللي هو العلم الكبير كان بيعتمد ان احنا ازاي نخلي الماشين تقدر تاخد قرار بناء على بيانات احنا بنغذيها بيها أو كم هائل من البيانات موجودة عندها ابتدى يظهر منه علم تاني اسمه الماشين ليرنينج ازاي ندي للألم ساحة ان هي تتعلم من حجم البيانات المتاحة أنا آسف هنشوف بس ده كمان فيديو هوت يعني نعلق عليه هو شغال ده وضع شايف حضرتك الزبط دكتور محمد الاستاذ الفنان الكبير نبيل حلفاوي على الشمال والفنان الاعلامي مورجر فيمن على اليمين من مسلسل والنوس لو الصوت كمان معنا هو انا شوفت الفيديو ده بلكده هو نفس الصوت لان هنا احنا التكنولوجيا ديب فيك بتعتمد على موديل ان احنا بنعمل فيه ترينينج أو تدريب للآلة على صورة او صوت الشخص اللي احنا محتاجين نعمل محتوى مزيف عنه بندخل الاول الشخصية بيهو التطبيق ده بالزبط كده ولذلك هتلاقي ان معظم الفيديوهات المزيفة بتظهر ليه للمشاهير لان المحتوى بتاعهم السور او الفيديوهات متاح بصورة كبيرة جدا على الانترنت فقدر ان انا احصل على المحتوى ده فالتكنولوجيا دي لما نيجي نشوفها هنشوف بتشتغل ازاي بتشتغل عن طريق نوع من الزكاة الاصطناعي بيسمى شبكات الجانس وشبكات الجانس ديت او بيسموها الشبكات العصبية التولدية او الشبكات التخصمية التولدية بمعنى ايه ان انا بيكون عندي نموذجين النموذج الاول بنسميه جينيريتور او المولد والنموذج التاني بنسميه الديسكرميليتور او المميز المولد ده انا ببتدي اغزيه بكمية كبيرة جدا من المدخلات اللي هي سواء صورة او صوت او فيديو او المحتوى اللي انا عايزه فبيبتدي عن طريق عملية تحليل البيانات دي يبتدي انتج لمحتوى عشوائي وفقا ليه احتمالات معينة بتشتغل بيها الالجوريزم او الخرازمية بتاعة الجينيريتور ده او الشبكة العصبية دي ثم بعد ما ينتج المحتوى دوت بيبتدي يمرره على شبكة تانية اسمها الديسكرميليتور او المميز عشان تبتدي تميز المحتوى ده او الصورة عن صورة الشخص الحقيقي يبقى المميز معناه ان انا بدخله صورة فعلا الشخصية الحقيقية ثم عن طريق المولد انا ببتدي اغزيه بكمية كبيرة جدا من البيانات يعني هنفترض مثلا نفترض مثلا ان انا عايز احط صورة نجمينها محمد صلاح على جسد شخصية اخرى مثلا الفنان محمد هنيدي فانا عايز احط وجهه هنا على جسد الفنان محمد هنيدي في مشهد ما فببتدي اغزي المولد او شبكة المولد او الجنريتور بعدد كبير جدا من السور والفيديوهات ليه الفنان محمد صلاح فبيبتدي هنا الشبكة العصبية دي تعمل تحليل للوج اللي انا بدخله بالزبط كده تعمل تحليل لبياناته تعمل تحليل للصفات المميزة في وجهه ثم تبتدي بعد كده تمرر الصورة دي تطلع لي صورة عشوائية تبعاتها للمميز او للدسكريميناتور اللي انا بغزيه فعليا بصورة الفنان محمد هنيدي عشان يبتدي يعمل ايه يبتدي يقارن الصورة المنتجة بالصورة الحقيقية بتاعت الشخص الحقيقي وهنا عشان كده سمينا ان الشبكة دي اسمها شبكة تخاصمية يعني الاتنين بيشتغلوا عكس بعض فبيبتدي المميز ده يبتدي يرفض مثلا ده رسم تحليلي للحضارك تقولها اللي في المنتصف هنا دي هي الشبكات العصبية للمفروض بدخل لها المدخلات للصورة او للصوت ثم ببتدي هنا يتم تحليل الصور دي عن طريق ما يسمى الترميز او الانكودر ببتدي بعد كده اقارنها بالمحتوى الاساسي الحقيقي اه يمكن كان فيه محتوى اتمنى من فريق الاعداد يعرض هلنا بنشرح فيه القصة دي بالتفصيل الحقيقي دول خلايا عصبية يعني هو كأن اللي حضرت قصد عليها اللي هي دي ايوا الخلايا بالزبط دي شبكة المؤلد اهيت دي عبارة عن مجموعة من الخوارزميات اللي بتشتغل وفق مبدأ معين او وفق نظام برماجي معين فبتدي اغذيها انا بمدخلات معينة عشان تبتدي تطلعلي المحتوى العشوائي للصورة اللي انا عايز يتم تزيفها او الفيديو اللي انا هتم تزيفه طب بعد ما طلعلي المحتوى ده ببتدي عديه على شبكة المميز زي ما حضرتك شايف هنا كده ايوا الشبكة المميز عندها الصورة الحقيقية للشخص الحقيقي فبتبتدي تقارن يا طرق الصورة اللي جايلي من شبكة المؤلد دي هل بتتطابق مع الشخص الحقيقي بحيث يصعب على اي حد بعد كده ان هو يميزها ولا لا فلو شبكة المميز قدرت تتعرف عليها اللي يحصل بنرفض ان احنا نطلع على الصورة فتبتدي شبكة المؤلد مرة اخرى تعيد الاحتمالات بالزبط لذلك هي عمالة بتطور في نفسها عشان كده بتطلع لي محتوى شديد الدقة يصعب على الشخص العادي لان هنا الشبكتين في حلم تنافسية المستمرة وفكرة الشبكات التخصومية الحقيقة بتعتبر واحدة من يعني يعني خلينا نقول من اميز الافكار في مجال الزكاء الاصطناعي في العشرين سنة الاخيرة لان هي بتعتمد ازاي انا طيدي اطلع محتوى دقيق جدا يصعب على اي حد ان هو يشكك فيه سواء كان محتوى صورة او فيديو او حتى محتوى صوتي يعني احنا بتكلم تقريبا حضرتك بتقول خلايا او عصبية يعني احنا بتكلم مخ مثلا اه ما هي فكرة الديب ليرنينج يعني انا قلت لحضرتك ان احنا الزكاء الاصطناعي ده العلم الكبير دي بينباسق منه بالضبط هنا في الشكل ده احنا عايزين نركب صورة يعني ده نوع جديد بقى اخطر انا عايز اطلع الفنانة ايمي ادمز بملامح او بوجه الفنان العالمي نيكولاس كيتش اه فهنا انا عملت ايه جيت غزيت شبكة المولد بالصور بتاعة الفنانة ايمي ادمز وده سهل جدا ان انا حصل عليها نجمة عالمية موجودة السور بتاعتها على الانترنت العديد من الفيديوهات الموجودة فابتدي اغزي شبكة المولد بيه المحتوى دوت تبتدي شبكة المولد تعمل تحليلات من خلال الشبكات العصرية اللي موجودة وفق احتمالات معينة بالصور وفيديوهات بالضبط فاتطلع لي محتوى عشوائي يمر على شبكة المميز اللي انا مغزيها بصورة الفنان نيكولاس كيتش علشان يقارني ويرجع تاني يعني لو ما طلعتش هي هترجع تاني لشبكة المولد علشان كده طول الوقت الصور او شبكة المولد دي عمالة بتحسن في جودة الصورة بتحسن لحد ما تتغلب على شبكة المميز هنا بيبتدي يتم تمرير الصورة او الفيديو هلقف ما هداك لحد هنا في النقطة دي لان احنا عايزين نتكلم بقى طالما في معطيات وفي داتا ومحتوى انا بغزيه للمولد وبعد كده نروح للمميز يبقى احنا 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 عنده نقطة الداتا المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي نروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم الديب فيك او التزوير العميق والفيديوهات والصور المفبركة من خلال الزكاة الاصطناعي الفاصل ونرجع لحضركم تريد اهلا بحضراتكم مستمرين في الحديث عن الفيديوهات والصور المفبركة معنا في فيديو دروياتي نشوفه مع حضراتكم ونرجع نعلق علي اقول له ان انا فخور سيد عمر ان انا شبه انا فخور ان انا شبه انا لحد دروياتي مش عارف هو ده الفنان الكبير عمر دياب ولا شبيهه اللي كان ظهر من فترة على الفيسبوك يعني هنعرف بقى ازاي نعرف ده حقيقي ولا مش حقيقي ومع ضفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور محمد عسكر خبير التكنولوجيا وامن المعلومات ده ايه؟ هو الحقيقي زي ما اتكلمنا قبل الفاصل ان تكنولوجيا ديب فيك بتصير جدل دلوقتي كبير جدا بقى صعب على الشخص العادي ان هو يبتدي يفرق او ان هو يميز بين الصور من فترة كبيرة زي ما حضراتك اشارت في المقدمة احنا كنا ببنصقش في المحتوى الصور اللي موجود نتيجة زهور تكنولوجيا الفوتوشوب ان كنا ممكن نعدل في صورة اي فنان وكنا بنقول ما نصدقش اي صورة فكنا بنقول ما نصدقش اي صورة غير لما ايه نسمع بوداننا فدلوقتي احنا بنسمع وبنشوف وكمان ابتدينا نفقد المصداقية مع المحتوى المرئي ومع الفيديو لان انا سهل جدا دلوقتي ابتدي اطلع لك صوت اي فنان وصورته على اي شخصية تلك بقينا نسمع الحان كمان بالزكاية الاصطناعي لامو كلسوم بس بيتم الغناء بصوت عبد الحليم اثار الجدل الموضوع دوت في كثير من الاحيال فالحقيقة الموضوع صعب على الشخص هل هو جانب ايجابي في الموضوع؟ يعني الموضوع ضلمة اوي كده يعني مفيش اي جانب ايجابي لا الموضوع مش ضلمة وزي ما قلنا ان دايما مع اي تطور تكنولوجي او اي تطور علمي بتظهر بعد الجوانب السلبية وده طبيعي جدا خلينا اذكر حضرتك على مدار التاريخ يعني عند زهور او تطور العلوم الطبية في مجالة زراعة الاعضاء ابتدى يظهر جانب سلب جدا هو مجال تجارة الاعضاء البشرية لما جنا نتقدم حتى في الطاقة النووية ونستخدمتها كمصدر للطاقة المستدامة وتوليد الكهرباء ابتدى تظهر جوانب سلبية جدا وخطورة الاسلحة النووية فده طبيعي جدا لذلك احنا بندعو دايما الى السيطرة على مثل هذه الانشطة المشكلة ان احنا يبقى فيه مساق شرف ان يبقى فيه تدخل دولي ليه لا ان يبقى عندنا هيئة دولية منوط بيها مراقبة انشطة الزكاء الاسطناعي في العالم منسبش الموضوع كده حتى لا نحنا نستيقظ على كرسة كبيرة تدمر المجتمع او المجتمعات ده على المستوى الواسع على المستوى بقى المحدود او الدي انا انا كمواطن عادي اقدر احمي نفسي ازاي يعني انا ممكن اي حد يعمل لي دلوقتي اي حد يقدر يعمل لي فيديو دلوقتي او صورة وينزل لي اعتراف وان انا عملته وخليته وده مش حقيق ده كنت اللي لسه اقول له حضرتك يا خيال ان انا لو انا في خصومة مع حضرتك فانا اقدر ان انا النهاردة لان تطبيقات الديب فيك بقت متاحة بسهولة جدا متاحة بسهولة يعني تخش انت حضرتك على الستورز على اي ستورز سواء حضرتك الموبايل بتاعك ايا كان نظام التشغيل بتاعه هتلاقي فيه تطبيقات بتقدر تعمل بها كده في بعض المواقع الانلاين كمان اللي تقدر بها تعمل بها جينيريشن او لتوليد لي صورة او لمحتوى اونلاين فالحقيقة ده بيمثل خطورة جدية واعتقد انك هتأسيرت بعض القضايا لبعض الشباب او بعض البنات اللي ابتدوا يعملوا بعض القصص دي بهدف من الابتزاز على الاقل ان احنا نقلل محتوى صورنا وفيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لان هو دي المادة الخام للطبيق والجانب المظلم دكتور محمد عسكر خبير التكنولوجيا وامن المعلومات بشكل حضرتك جدا ومازلنا فاتحين ملف الحد ما نتطمن تماما ان شاء الله ننظر نحمي نفسنا واولادنا مشاهدينا تعالوا نطلع لفاصل ونروح للقاء اجرته الزميلة هدير ابو زيت مع الفنان حكيم على هامش مهرجان العالمين الجديدة وزي ما دايما معودين حضراتكم ان احنا بننفرد بلقاءات حصرية بتقوم بها زميلتنا هدير ابو زيت نشوفكم في حلقة جديدة بعد هذا اللقاء مع الفنان حكيم اصباح الالف خير